السلام عليكم و مرحبا بكم في حلقة جديدة مسيسيلات مالح و حلوء في هذه الحلقة نقدم لكم صلاتة الملوخية البامية بزف ديال النص حقيقة ما تتعجبهمش ولكن هي صحية جدا جدا خصوصا بالنسبة للأمعاء وهذه الطريقة تجيبها لديدة بزف تابعوا معي مراحل التحضير بالنسبة للمقادير نحتاج 250 كرام الملوخية ستنطلق بزف دول العربية بميا بصولتين بصولتين تمق اركض بصولات أكثر بصولات تمق ارقاق بالنسبة للتوافيل نحتاج 1-4 دروس الملح سبدا 4 صغيرة الإبذار فلفل السود فلفل أحمر وزيت الزيتون سأخذ مقلاء أو طنجرة فوق البطن زيت الزيتون تقريبا 1-5 دقائق نضيف البصلة ونجعلها تشحر في هذا الزيت 1-5 دقائق البصلة نضيفها نضيفها طنج مصدد نضيفها ثم نضيف ثم ثم نضيف ثم الفلفل الأحمر والملح نضيفها نضيف نصف نصف كاس تقريبا و نزيد الملوخية على الوجه بشكل كبير نضيف نضيف نصف نصف كاس تقريبا و نجد الملوخية على عشرين دقائق حتى يزيد الملوخية ثم نضيف زيت زيتون على الوجه تقريبا 1-5 للمعات كبار نضيفها دقيقة أو دقيقتين و ندفع لها ثم نضيفها في طباق فرضية تجيل جيدة و صحية خصوصا للأمعاء نتمنى انكم تجربوها إذا ستكون حلقة اليوم ترجموا فيديو و تشاركوا معها في ملحوه في ملحوه ملحوه لا تنسوا ان تضروا الموقع رسمي ملحوه في النات أوبس حاو راح وكما تشتركوا في القناة يمكنك تضغطوا على اللوغو لكيبالكم في يمين الشاشة وكما ترون وصفات سابقة شبيهة بلوف سفاد اليوم تضغطوا على الفيديوهات التي يظهر لكم في الشاشة